طيب إحنا وإحنا بنتكلم على جلسات الحوار الوطني أو الحوار الوطني بشكل عام أنا حتى كنت بقول في المقدمة لازم نبقى مستوعبين جداً إحنا بنتكلم على حوار وطني ما بين الأحزاب سواء إذا كانت معارضة أو مولاة حركة مدنية ديمقراطية سميها زي ما تسميها الكل يجلس على نفس الطاولة ما هياش أغلبية وأقلية لأن أغلبية وأقلية دي محلها في البرلمان مش في جلسات الحوار الوطني لكن خليني أحاول أفهم إلى أي مدى تستشعر توافقاً في ولو بعض الرؤى ما بين الأغلبية والمعارضة هو بداية الحوار الوطني نقدر نعتبره حالة من حالات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة وأنا باعتبره من الأشياء المهمة وشددة الاستراتيجية اللي حصلت في الفترة الأخيرة وباعتبره بداية تنمية سياسية زي أي حاجة في مصر بتحصل فيها تنمية مصر في بداية نهاية عصر الظلام والإخوان وبداية جمهورية الجديدة وكانت بترمم دولة كان أوضحها مش أحسن حاجة طبعاً بعد فترات طويلة من الاتراب قطعت فترة كبيرة في محاربة الإرهاب قطعت فترة كبيرة في بناء التنمية وبناء الدولة وكان كل الناس بتتساءل إمتى أوان بقى الشكل التنمية السياسية لما أطلق السيد الرئيس الحوار الوطني في إفطار الأسر المصرية في رمضان قبل الماضي كانت إشارة كبيرة جداً لكل السياسيين في مصر وكان يعتبر قبلة حياة للسياسة في مصر وقبلها على الحقيقة كان سبق خطوات كتيرة بتقول إن الدولة لها رؤية كاملة لشكل دولة معصرة بيتحقق فيها إنجازات في كل مكان كان الكلام ده محتاج يتوج بقى في الجزء السياسيين سبقوا حاجات كتيرة جداً زي مثلاً إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكانت استراتيجية شاملة وبتقول إن الدولة بتتحرك في الملفات دي برؤية مش ردود أفعال زي ما بيتخيل البعض في حالة الحوار الوطن لا يا فيه تصور مرسوم الدولة المصرية ماشي بخطوات وبناء وده يطمن يعني أنت ماشي بخطوات سابتة وطحها بالتدريج الاستراتيجية بتاعتقوق الإنسان كانت استراتيجية شاملة سواء في الجزء المدني أو في الجزء المتعلق بزوال الاحتياجات الخاصة أو في الجزء الاجتماعي أو في الجزء الهوية والوعي بعد كده خطوة تانية خدها لسيادة الرئيس فيما يتعلق بقضية إلغاء حالة الطوارئ اللي كانت موجودة العمل بقانون الطوارئ بعد كده فجئنا أن أنت بالنسبة لك فيه إطلاق صراح يعني عشرات ومئات المسجونين اللي أنت متقدرش تقول إن هم المحبوسين حتاتنا دول كانوا ممسوكين غلط دول أساسا يعني موسكوا في ظروف معينة وتمم حكمتهم بصورة طبيعية أمام قضي طبيعي صحيح ولكن الدولة كانت شايفة إنه هو بالنسبة له ممكن يكون دول اتمسكوا في ظروف كانت الدولة بتمر بها بحالة استثنائية فيه جهل بالقانون جهل بأمور معينة فبدأت حملات العفو الرئاسي استكملت المنظومة دي في عملية الإصلاح السياسي المتدرج المدروس بإطلاق حالة الحوار الوطني حالة الحوار الوطني دي حالة مهمة جدا احنا قبل كده في سنوات كنا بنتكلم عن حوار الوطني ولكن كان في ملفات جزئية ليه شكل معين إنما لأول مرة في الدولة المصرية انت فاتح كل الملفات مطروحة والرئيس نفسه سيادته وعد إنه هيتابع الحوار مفيش خطوط حمرة إنه أطلق الحوار الحاجة الوحيدة أن انت لابد أن تكون وطني تؤمل بالدولة المدنية الحديثة تؤمن بالدولة الوطنية تنتمي لتراب هذا الوطن تحافظ على مؤسساته تؤمن بجيشه تفضل والرئيس والحوار فتح المجال بصورة منظمة ومرتبة عبر إنه هو بالنسبة له شك اللجنة اللجنة دي فيها كل الأطياف السياسية سواء كانت معالاة سواء كانت معارضة سواء كانت متخصصين في ملفات كان فيها شباب ممثلة تمثيل جيد حصل عليه توافق في هذا التمثيل وكان منظم جدا وخد وقته وأنا بعتبره أنه طول كمان في عملية التجهيز قسم دولاب السياسة في مصر لأقسام ثلاث سياسي اقتصادي اجتماعي وفي كل ملف عندنا مثلا في الملف السياسي خمس ملفات في الملف الاقتصادي ثمان ملفات في الملف الاجتماعي ست ملفات وكل ملف تحته أمور فرعية الحالة دي عملت زي ما تقول ترتيب لدولاب السياسة في مصر وفاتح لألاف المقترحات اللي هي كانت موجودة كل اللي عنده رأي عايز يقوله يقوله الكلام ده بيتدرس وبيقيم فلما شوف حالة الحوار دي التوافق على إيه؟ التوافق على الوطن التوافق على الحوار التوافق على النتج السياسي التوافق على أن احنا بالنسبة لها نهاية عصر الشعارات الجوفاء اللي بترفع أو الصراع السياسي اللي مالوش مبرر أو الانتهازية السياسية احنا أمام حقيقة دلوقتي إن هم قيادة في ناس حتى دلوقتي مش متخيلة اللي بيحصل إن القيادة المصرية فتحت المجال إن أي حد عايز يقول المجال اللي عامت فتح الحقيقة الأحزاب بدأت تحس إن هي بالنسبة لها حصل نوع من أنواع النشاط الحزبي إنه في الأول كان الأحزاب بتصحب مش عارفها تعمل إيه بالنسبة لهم بعد نهاية الانتخابات أصبح أمامك هومورك كبير أنت بتعمله هي إيه الملفات الحقيقية اللي احنا نفروح نتكلم فيه هو أحنا نفروح نتكلم في السياسة إزاي نطالب إن كنت عندك كوادر تمسك الملفات دي 123 مقطة دول إنت هتتكلم فيهم إزاي من حقك بقى هنا في القصة اللي هنا بدأ يقول لك إنت قل لنا إنت إيه رأيك إنت أحد شكرا عايزين نسمع